الملك حمد بن عيسى الخليفة الملك حمد بن عيسى الخليفة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك حمد بن عيسى خليفة الملك حمد بن عيسى الخليفة اشتركوا في القناة بعد ذلك بدأت أمل الجلسة الافتتاحية للقمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية حيث ألقى خادم الحرمين الشريفين كلمة عبر فيها عن ارتياحه للتوافق والتقارب بين وجهات نظر الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية تجاه العديد من القضايا والمسائل الدولية مشيدا بالمواقف الإيجابية لدول أمريكا الجنوبية المؤيدة للقضايا العربية خاصة القضية الفلسطينية كما تحدث في الجلسة الافتتاحية كل من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية رئيس القمة العربية إضافة إلى وفد الرئاسة المؤقتة لاتحاد دول أمريكا الجنوبية والأمين العام للجامعة العربية والأمين العام للأمم المتحدة ترجمة نانسي قنقر